اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفسير الكتاب وأن يثبت لنا هذه الخيرات ما حينا أبدا وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وأن ينشر ذلك بين الناس وأن يغفل لنا الزلات والسقطات والهنات الله مأمين يا رب العالمين بلغنا في هذه الصورة العظيمة إلى قوله جل في علاء إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب قلنا بأن الله جل في علاء بينا لنا عظيم ربوبيته في عظيم خلقه وبادئ خلقه في السماء مما فيها من هذه الكواكب النيرات التي تتلألاء النجوم التي تتلألاء وجعلها الله جل في علاء زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين بل وجعلها هداية أيضا للحائرين وهذا القمر الذي خلقه الله جل في علاء فجعله أناس خلقه الله جل في علاء فجعله فجعله يعرف به عدد السنين والحساب كما قال الله تعالى يسألونك عن إله التي قل هي ما وقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخر الآية يا أناس تعالى بسرعة خلاص أزاك الله أعفو قال الله جل في علاء عن القمر أن الله جعله وجعل له منازل والقمر والقمر جعل منازل لتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت على الحياة ليبلوك ما يكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات تباقى ما ترافي خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر على ترمى فطور ثم ارجع البصر كارتين ينقرب إليك البصر الخاسي وهو أحسير والخط زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كما قال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزيناتنا الكواكب وحفظا من كل شيطان مارج جعلها الله جل فعلا رجوما للشياطين عليكم السلام وبركاته وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وفصل لنا وبين لنا كيف أن الشياطين يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون صريف الأقلام فكانوا يصعدون إلى السماء ويسمعون حديث الملائكة ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت عليهم الحراسة لذلك جعلت الشياطين تنظروا وتقول ما الذي منعنا عن خبر السماء حتى سمعوا القرآن في سوق أوكال وعلموا أن الله جل العالي قد بعث رسولا إلى الأرض كما قال الله جل فعلا وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قد يولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله فعلموا أن الله جل العالي قد أحال بينهم وبين خبر السماء غير أنهم قد يخطفون الخطفة أو يسرقون الكلمة يقارقرها حدوم في أذن من تحته حتى تصل إلى أذن الكاهن وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا إلى أن يصل إلى السماء وكما قلنا يسترق مسترق السمع يخطف الكلمة فيذهب بها إلى فيلقيها في أذن من تحته ومن تحته حتى يصل بها إلى هذا الكاهن فيكذب معها مئة كذبة وهكذا قال الله جل العالي إلا من خطف الخطفة فأتبعه شعاب ثاقب يعني إلا من اختطف من الشياطين كلمة يسمعه من السماء فيلقيها ويقارقرها في أذن من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى تصل إلى إلى أذن الكاهن وقد يكون بقدر الله جل فعلا أن تصل الكلمة إلى أذن الكاهن قبل أن يأتي الشهاب وقد لا تصل فيأتي الشهاب قبلها فأحرقه قبل أن تصل الكلمة إلى أذن الكاهن وقلنا بأن النبي لما اختبأ لابن صياد وقال له خبأت لك خبيئة قال له قال له الدخ قال اخسأ فلن تعلو قدرك قال له اخسأ فلن تعلو قدرك فهنا الله جعله بيننا بأنه حالة بينهم وبين السماء بين خبر السماء وجعل النجوم هذه التي تتلألأ وهي زينة في السماء أنها جعلها رجوما لهم كما قال الله جل في علاه لا يسمعون إلى الملع الأعلى ويقذفون بالشهب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وهذا الشهاب الثاقب هو المستنير الذي يشعلهم لأن كما قال ابن عباس كان للشاطين مقاعد في السماء كما قالوا وأننا كنا نقعد منها للسمع فمن فما يستمع الآن يجله شهابا رصد فقال كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي وكانت النجوم لا تجري وكان الشياطين لا ترمى قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئوا حتى أحرقه فشكوا فشكوا إلى ذلك إلى إبليس لعنى الله فقال ما هو إلا من أمر قد حدث فبعث جنوده حتى علموا أن الله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الله حقا كله لله جل في علاه كما قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه فمن يصدق الكاهن والعراف يكون قد كذب بربه الرحمن سبحانه جل في علاه في القرآن عندما قال إنما الغيب لله وقال كله أعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته قال الله فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين من طين لازم يعني فاستفت أهل مكة الذين ينكرون البعث والنشور ويقولون لا بعث ولا نشور ويستبعدون ذلك ويضربون الأمثلة على ذلك ويجاهدون على على رد ودفع كل ما جاءهم من الآيات على إقرار البعث والنشور فيقول الله جل في علاه سألهم هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور أهم أشد خلقا أم السماوات والأراضين وما بينهما من الملعك والشياطين والمخلوقات العظيمة أنت لو نظرت نظرت إلى سماء قال الله تعالى الخلق سماوات والأرض أكبر من خلق الناس الشمس وحدها أكبر من خلق الناس وانظر كيف تسخيرها وتسيرها وتسيرها وكيف تشرق من مكان وتغرب من مكان سبحان ربي العظيم ولا تقترب ولا تتباعد بريئة في موضعها وتجري لمستقر لها هذا أكبر من خلق الناس الملائكة أكبر من خلق الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بينما أنا أسيره فسمعت صوتا من السماء نظرت يمينا يسارا فنظرت في السماء فوجدت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء يجلس على كرسيه بين السماء والأرض وقال رأيت جبريل عليه السلام لو ستمائة جناح جناح واحد يسد الأفق فكيف يكون عظيم خلق الله جل في عرف الملك جعل الملكة رسلا أري أجنحة مثنى وثلاث وربع هل أنتم أشد خلقا أم الملائكة هل أنتم أشد خلقا من الشياطين الشياطين الذين خرقوا من النار رأيت كيف قال الجني لسليمان عليه السلام قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فلستم بأشد خلقا من الشياطين ولا من الملائكة فضلا عن تكونوا أشد خلقا من الملائكة ولا من السماء والأرض لذلك لذلك فإن الذي خلق السماوات والأرض والأراضين وبينهما وخلق هذا الخلق العظيم قادر على أن يبعثكم على أن يرسلكم على أن يجعل الأرواح تسري في الأجساد مرة أخرى هم يقرون أن السماوات والأرضين أشد خلقا منهم والملائكة والجن أشد خلقا منهم ويشاهدون ما هو أعظم من ذلك ويعلمون كيف أعظيم ربوبية الله جل فعلا لكنهم بآيات الله يجحدون قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أظهر الله عجزهم ونقصهم وضعف خلقهم حين قال الله جل فعلا فاستفتهم اسألهم استخبرهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب والطين اللازب كما قال علماءنا هو اللازج الذي يلتزق بعضه ببعض فخلق ضعيف حتى الشيطان لما طاف بآدم خلق الله جل فعلا لم ينفق فيه الروح فقال إنك لضعيف قال إنك لضعيف فهو خلق ضعيف لذلك ذكرهم الله جل فعلا كيف أنه خلقهم من ماء مهين كيف خلقهم من طين اللازب لازج يلتزق بعضه ببعض لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون هناك قراءة والذي أعلم أنها ليست سبعية الذي أعلم أنها ليست سبعية بل عجبتوا لإزبات العجب لله جل فعلا بل عجبت يا محمد ويسخرون يعني بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء للبعث والنشور بعدما رأوا الآيات العظيمة التي أزباتت لهم عظيم ربوبية لا جل فعلا ومع ذلك يكذبون ومع ذلك يجحدون وأنت متقن وأنت متقن موقن مصدق بأن الله جل فعلا كما أخبر بأنه يرسل الأموات هذا العبد الذي أرد الله هلاكه وخزلانه هو الذي يغلق مفاتيح قلبه فلا يعقل شيئا كما قلت قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون تعجب محمد أنهم يجحدون بهذه الآيات الظاهرة أمامهم بل ويزيدون على ذلك الاستهزاء والسخرية جحودا ونكرانا واتباعا للهوى وشدة التكذيب التي كانوا عليها يتعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الوحي يؤمن بالله جل فعلا وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يبعث من في القبور سبحانه جل فعلا قال بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون يعني إذا رأوا آية بيّنة ظاهرة ودلالة واضحة يستهزئون يطلبون السخرية والاستهزاء من محمد من الآيات وأيضا يقولون عندما نبعث نأتيكم بحقوقكم وقال بعضهم للآخر أردت حقك عندي تأخذه مني عندما يبعثك ربك جل فعلا استهزاء يتكلمون على ذلك سخرية من البعث والنشور وأن تطرع أنهم لو كانوا يؤمنون ببعث والنشور ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين لا إله إلا الله هكذا أتواصل به كلهم قوم طاغون كل الأمم يقولون بذلك هذا سحر مبين فقال وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أي إن هذا الذي جئت به ما هو إلا سحر سحرتنا به كذبا وزورا كما بيّن الله أنهم يتبعون الهوى وفيما يزعمون يكذبون قال الله تعالى ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون ردا عليكم السلام الله بركاته عليكم السلام وردا على الآيات الظاهرة أمامهم ما ليس لهم حيلة في ذلك إلا هذا الزعم الذي زعموه قالوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين هذا سحر بيّن بيّن لمن؟ وأي سحر والجميع أقروا بمعجزة القرآن والجميع أقروا بأن القمر قد انشق والجميع عالموا بأن الله لما أمرهم لما أمرهم باتباع النبي أرسل معه وأنزل معه الآيات البينات الواضحات على صدقه وصدق نبوته ومع ذلك يجحدون وتعلم ما قاله الوليد بن المغيرة وأيضا ما قاله أبو جهل وإن كان السند في كلام أبو جهل السند ضعيف عندما قال للمغيرة بن شعبة قال تعلم يعني نعلم أنه صادق وأنه نبي لكن كنا وبني هاشم كفرسير هارهان المسألة على الوجهة والشرف والسيادة والريادة والتقدم بين الناس وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون يستبعدون ذلك يستبعدون ذلك وينكرونه ويردونه على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأن أحدهم قام فأخذ العظام يفرقها حتى صارت ترابا قال أتحسب أن الله يبعث هذا فأنزل الله جل فعلا مبينا أنه مقادر على ذلك فلما استبعدوه استبعدوا البعث والنشور وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو أباؤنا الأولون يستبعدون ذلك تكذيبا وسخرية واستبعادا قال الله تعالى قل نعم يا محمد أجب هو تحمل الإجابة الله جل فعلا قل يا محمد لهم نعم نعم تبعثون قل نعم وأنتم داخلون يعني أنتم مذلولون وأنتم على حقارة وذلة وإهانة وأنتم مدهشون وتنظرون إلى كل الغيب الذي قيل لكم فيصير شهادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاتا عراتا غرلا نعم فأنتم تحت قدرة الله جل فعلا وقد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل فعلا ولذلك قال الله عن الجميع قال وكل أتوه داخرين وقال الله جل فعلا المال والممزنة الحد ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقد قال الله تعالى إن كل ما في سماوات الأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تأخرتم قل نعم وأنتم وأنتم داخلون فيكم الزلة والمهانة والتحقير لأنكم استبعدتم عظمة الله جل فعلا واستمعدتم البعث والنشور هو أيسر ما يكون على رب العالمين سبحانه جل فعلا قال وكل أتوه داخرين في الآية فارث النمل قال وكل أتوه داخرين وقد قال الله تعالى أيضا مبينا البعث والنشور وأن هذا على الجميع إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني يعني مزلولين فلما استبعدوا البعث صال النشور وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا لم يبعثون أو أباؤنا الأولون استبعادا بهذا أشد استبعادا قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون أي إنما هو أمر واحد أمر واحد يدعوهم دعوة واحدة فيخرجون جميعا من الأرض قياما بين يدي الجبار لما قال الرجل لأولاده كيف أنا لكم قالوا نعم الأب كنت نعم الأب قال فإذا أنا ميت فاسحقوني ثم أذروني الله جعل أمر البر أن يأتي بما حوى وأمر البحر أن يأتي بما حوى وجمعه بين يديه فقام مثلا بين يدي الله جل في علاه فقال له ما حملك على هذا قال خشيتك قال أدخل الجنب رحمته قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة دعوة واحدة إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فبعثكم كنفس واحدة وحسابكم كنفس واحدة سبحانه جل في علاه وجلت قدرته فإنما هي دعوة واحدة فتخرجون جميعا من الأرض وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ هو سينفخ بصور في الفزع ويموت الجميع ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هنا لا ينفع الندم يندمون حيث لا ينفعهم الندم يخبر الله جل في علاه عنهم يوم القيامة عندما رجعوا إلى ربهم جل في علاه يرجعون على أنفسهم بالندم والملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين فقد ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا وعينوا ثمرت هذا الظلم يوم القيامة فإذا نظروا فوجدوا أهوال يوم القيامة عضوا أنام للندم حيث لا ينفعهم هذا الندم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الحساب هذا يوم العذاب هذا يوم العقاب فالملائكة والمؤمنون يردون عليهم عندما يقولون قالوا يا ويلنا الويل لنا يا ويلنا هذا يوم الدين قال الملائكة وقال المؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وهذا إن قيل لهم ليس لمستعتب بل قيل لهم للتقريع والتوبيخ والإزلال والمهانة والتحقير لشأنهم ولذلك يأمر الله بعد ذلك الملائكة أن يميزوا بين أهل الإيمان والطاعة والإحسان وبين أهل النفاق والكفران والعصيان فيفرقون بينهم في المحشر والمنشر قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني الذين على شاكلتهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشبههم وأطرابهم وأمثالهم كما قال ابن عباس بن جبير وعكريمة ومجاهد في ذلك فآكل الربا يحشر مع آكل الربا والزاني يحشر مع الزنا والسارق يحشر مع السراق وأصحاب الخمر يحشرون مع أصحاب الخمر هم قرناؤهم وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام الذين اتخذوهم أندادا من دون الله جل في علاه فيحشرون معهم ولذلك الحديث الطويل في الشفاعة يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ينادى في عرصات يوم القيامة ينادى على الجميع من كان يعبد أحدا فليتبعه فمن كان يعبد الأصنام الألات والعزة يتساقطون خلفهم في نار جهنم كان عبد الشمس والشاء والقمر تكور وتتساقط في النار وأيضا كان يعبد عيسى وعزيرا فيمثل لهم بجني على هيئة عيسى عليه السلام وعلى هيئة عزير ثم يتساقطون جميعا في نار جهنم حيث لا ينفع الندم نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من اتخاذ الأدنان الأنداد ونسأل الله التوحيد الخالص الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي رشدوهم إلى طريق جهنم ليس لهم طريق إلا طريق جهنم يعذبون فيها كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا قال وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون سيسألون عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل وهذا السؤال نفصله في الدرس القادم إن شاء الله وننظر كيف أن هذا نقاش الحساب والذي قال فيه النبي العدنان من نقش الحساب عذب ويختم أيضا على أفواههم تحقيرا لهم وتوبيخا وبيانا لإذلالهم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون واليوم يوم مهيب قد بيّنه الله جل في أوله عندما قال يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترى ما تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد اللهم أحفظنا يا رب العين اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وانت أرحم الراحمين الفوائد المستنبطة اللهم أمين يا رب العين رب المنازع من المختلفين إلى المتفق عليه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فهم يقرون بأن ما خلق الله جعله أشد خلقا السماء والأرض والملائكة والجن ليس داء أعظم على هلاك الإنسان من الهوى بعدما رأوا هذه الآيات بعدما أخيمت عليهم الحجج قال الله جعله بل عجبت ويسخرون يستهزئون بالحق والحقائق يستهزئون بها ويسخرون هؤلاء قوم لا يعقلون اتبعوا الهوى أهلكهم لا تجد منافقا إلا كاذبا ولأنه يكذب بالحق ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبسالونا تأخذ هنا من إيش وإذا أراه آية يستسخرون وقالوا إن هذا لا سحر مبين تكذيبا لله عظيم الصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة ليس كمثله شيء فهم لما قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما يستبعدون على ما يرون من عجزهم ونقصهم ولا يعلمون من قوة الله وخدرة الله وجبروت الله وكمال الله في صفاته العظيمة كل طائر يقع على شاكلته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر